ضاف الفلوجي أيضا بخصوص اللعب أمين الدخيل ضاف الفلوجي الدخيل عنده أمل لتمثيل العراق ولو طلب الحضور والموافقة راح أتدخل وأحل وأكمل أوراقه بشكل شخصي تكلم أحمد الفلوجي عضو لجنة المحترفين أنا مستعدا أدفع أتعاب المحامي من 10 ألاف إلى 100 ألف دولار للعمل على نقل أوراق أمين الدخيل في حالة موافقة اللعب من الممكن هناك ثغرة قانونية يستطيع أمين الدخيل أن يغير منتخ بلجيك إلى منتخب العراق أمين الدخيل شارك يا شباب 137 دقيقة مع منتخب بلجيك 90 دقيقة منها كانت مباراة ودية وهي راح نشرح لكم توضيح بسيط كيفية فقرات أو ثغرات القانون با يا حبيبي هناك ثغرات قانونية إذا لعب مباراة حاسمة أو بطولات مهمة مثل نهاء تصفيات أوروبا أو اليورو وأكثر من ثلاث مباراة كاملة ما يحق لي مثل أي منتخب ثاني واضح؟ أولا يجب أن يشارك في أكثر من ثلاث مباراة مع المنتخب الأول وشارك أربع مباراة عميل الدخيل لكن بدقائق 134 فقط الأولى كانت 6 دقائق أول مباراة شارك بها كانت 6 دقائق هاي المباراة رسمية والثانية 32 دقيقة هاي أيضا مباراة رسمية والثالثة 90 دقيقة بس المباراة ودية والرابعة 6 دقائق رسمية يعني إذا جمعوهن رح يكون 134 دقيقة طلع من عندهن 90 دقيقة اللي هي مباراة كاملة ودية يعني أمين ما عنده مشاركة مال 3 مباريات مع المنتخب وثانيا أن تكون آخر مباراة له مع المنتخب الأول قبل بلغة عام الـ 21 واضح يا شباب انتبهوا لهاي الفقرات وثالثا أن تمر ثلاث سنوات على آخر مباراة لعبها مع المنتخب الأول شوفوا الفقرات يا شباب انتبهوا لهم ورابعا أن لا يكون لعب مباراة في بطولة قارية هو ما لعب صراحة هاي المباراة المهم أو نهائيات كأس العالم مع المنتخب الأول أيضا أمين ما لعب هاي وأمين الدخيل لحد الآن لعب فقط 4 مباراة بدقائق 134 مثل ما قلت لكم 90 دقيقة من عندها مباراة ودية هنا يا شباب نقدر من خلال هاي الثغرات نقنع اللاعب والعودة لتمثيل منتخبنا الوطني العراقي حتم شنرأيكم إذا فتحنا المجال أول كلام أو الحديث مع اللاعب مرة أخرى لتمثيل منتخبنا العراقي استاهل أو لعب فيا شباب اتمنى جاوبونا بالتعليقات شنرأيكم بعودة أمين الدخيل والمحاولة مرة ثانية مع اللاعب